سلامات ست أهداف من ست أزديدات فقط إنه أردا قولير أو مثل ما وصفوا الصحفي جاييرمو أردا قولير المصدر الأكثر للجاذبية مع ريال مدريد قبل نهاية هذا الموسم وبما أنه في صحفة إيل حاكي عن الموضوع فخلي هذا الفيديو يكون بشكل مختلف وتفضلوا مع بعض نسرد مع جاييرمو بسرعة بانطباعه عن الساحر التركي الجديد لما انطلقت صافرة النهاية بمباراة ريال مدريد اللي انتهت بأربعة أربعة مع فيا ريال ما كان عند أردا قولير خيار إلا أنه يخفض رأسه ويسكر عيونه بسبب التعب صفعه أنطونيو روديقر على رأبته مثل ما بنحكيها باللهجة السورية خلعه طيارة يعني وطلع من الملعب هو بيلوح لأصدقائه بعدما لعب دور أساسي بتسجيله هدفين بهذه المباراة وهو أفضل أداء له من لحظة وصوله بالصيف الماضي وقال عنه كرر انشوريتي بعد المباراة أظهرك شيئا مميزا وخلينا نعرف مع بعض أنه ثنائية أردا قولير اللي سجلها ضد فيا ريال بتعني أنه سجل ست أهداف حاليا من ستة تزديدات فقط على المرمى بالدور الإسباني وبيمتلك أفضل معدل أهداف بكل 90 دقيقة والحلو بالموضوع بأنه أداء الممتاز إجاب بعد إشاعات كبيرة ربطته بالانتقال من ريال مدريد أو على الأقل الانتقال على سبيل الإعارة طبعا هو نحن ما من لمح لكر انشوريتي إنه ما كان بده اللاعب لا لأنه نفسه حقى قبل 3 أسابيع بعد مباراة ريال سوسداد لما قال ليس هناك شك في أنه سيكون لاعبا مهما للغاية سيكون هنا العام المقبل طبعا بعد ما انضم أردا قولير بصفقة قلة فتر ريال مدريد 20 بليون يورو بعد إخناء مع نادي برشلونة لكنه مباشرة انضم لفريق مشفى ريال مدريد لأنه أتنصاب بالغضروف المفصل وطبعا انصاب بالجولة التحضيرية قبل الموسم واضطر يخطع العملية الجراحية تأخر ظهور اللاعب بشكل كبير وفينا نوصف فترته بأنه كانت فترة محبطة وتعرض لإصابتين عضليتين كمان غاب لمدة 106 أيام وغاب عن 22 مباراة مع ريال مدريد وبوقتها الكدر الطبي بيوصف لها صحيفة ذا أتلتك وبيقول علينا فقط أن نتحلى بالصبر لكن كونه له كل بداية نهاية أخيرا ظهر أردا قولير لأول مرة في السادس من يناير بمباراة بكأس الملك إذا بتذكره وكانت ضد فريق من الدرجات الدنيا واسم الفريق أراندينا أظهر لمحات من الجودة لكنه كان لازم يستنى حتى 10 مارس لحتى سجل هدفه الأول مع النادي الملكي وكانت وقت ضد سلتا فيغو على أرض سانتياغو بيرنابيو يا لها من بداية وطبعا من لحظة تتويجي ريال مدريد بلقب الليقة الإسبانية حصل على المزيد من الدقائق وتقريبا أصبح هو محور التركيز الإعلامي حتى أنه بتذكر بعض المصادر المختلفة بفيا ريال وليس بريال مدريد أنه كان واحد من أكتر اللاعبين اللي رحبوا فيهم الأطفال لما نزلوا من حافلة الفريق ربما مثلما بيوصف الصحفي أن الأطفال بيشوفوا فيه إنعكاس لهم بالمستقبل وطبعا كان هذا عرض جديد لموهبة أرداغولير افترح التسجيل بدقيقة 14 بتزديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة وبقي عم يشكل تهديد مستمر من الجناح الأيمان أكمل أربع مراوغات وعمل ثلاث تمريرات طويلة ناجحة وقدم تمريرة مفتاحية وأنهى المباراة بإكمال 50 تمريرة صحيحة من 55 تمريرة بمعنى أنه دقة تمثيره وصلت لـ 91% الجهاز الفني لريال مدريد ألقت ضوء وصلت الضوء على قدرة أرداغولير تحديدا على اتخاذ القرار تحت الضغط وهذا أكتر شيء ملفت باللاعب التركي وهذا أمر بيتجاوز الموهبة الفطرية اللي بنتكلم عنه بشكل دائم بيقول واحد من المصادر بريال مدريد إنه يتمتع بجودة لكن قبل كل شيء هو يضع هذه الجودة تحت خدمة الفريق إنه يستغل لحظته إلى أقصى حد ممكن طبعا هذا الشيء كان واضح بعودته للخلف حتى يساعد الظهير الأيصر فرانك غارسيا فاز بسبع مبارزات وقاد كتير من الهجمات المرتدة ولو منركز بهدفه الثاني منلاحظ بأنه أظهر جودة اللاعب وجودة سيطرته على الكرة بحيث أنه قطع من الجانب الأيمن للعمق وأرسل تزديده بقدمه اليسرى بحارس مرما فيا ريال فيليب يورغنسن وخليني خبرك عزيزي أنه كان الهدف هذا هو الستادس ب287 دقيقة لعب فقط بالدور الإسباني يعني حاليا معدل تسجيله 1.40 هدف لكل 90 دقيقة وهو طبعا بديهيا الأعلى بكل تشكيلة ريال مدريد وبيوصف الصحفي بشكل ضاحك فيبدو أنه أردى قولير حابب يضيع الوقت اللي راح عليه بيقصد إصاباته طبعا وبيقول أردى قولير لتلفزيون ريال مدريد لقد تأقلمت تماما مع الفريق الجميع هنا يساعدونني أريدوا الاستمرار في تسجيل الأهداف لإسعادي زملائي وإسعادي الأشخاص الذين آمنوا بي وطبعا واضح تعاون اللاعب مع كل الناس اللي بي آمنوا فيه ولأثبات هذا الشي فينا نرجع لمباراة غير ناطة لما سجل هدف بعد المباراة قولير وضع بوست على إنستجرام وعمل تاق أو إشارة لكبير كشافير ريال مدريد أكيد هنا بنتكلم عن جوني كلافات وجوني كلافات بدوره أعاد نشر الصورة مرة تانية وبالختام في كتير من التقارير حاليا بتتكلم أنه فيه احتمالية لعودة أرداقولير لخط الوسط بالموسم القادم لكن أنجوليتي كان واضح بالمكان اللي حاليا بيشوفه في أكتر حالات الفاعلية لما قال لديه موهبة خاصة يمكن بطبيعة الحال استخدامها بالقرب من المرمى وليس بعيدا عنه وطبعا أحبائي ما كانت المباراة الأخيرة أمام ذياريال هادئة لأنه أليكسندر سورلوث أصبح هو هداف الليجة الإسبانية بعد ما رجع مع الغواصات من تأخره للتعادل بأربعة مقابل أربعة لكن فينا نقول بأنه عودة أرداقولير مع ريال مدريد أعطت كتير من الإثارة لمشجعين ريال مدريد بالأسابيع الأخيرة هون بنتكلم عن نهاية الدور الإسباني ونهاية دوري أبطال أوروبا القريب في ويمبلي وبعد ما انتظروا لعدة أشهر لكن في النهاية الجميع استمتع بجودة اللعب التركي سواء المشجعين أو حتى زملاء بل والجهاز الفني كاملا وما بننسى حاليا أنه عنده البطولة الأوروبية مع منتخب بلاده تركيا واللي ممكن تكون فرصة أخرى للتألق حطونا عراكم بالتعليقات هل لما منشوف هيك شغلات ممكن نسردها بهذه الطريقة أم لا شوفكم على خير والسلامة